أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاستكمالاً لما سبق في هذه السورة العظيمة يقول الله جل وعلا في سورة يوسف ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين علمنا من الآيات السابقة أن عزيزة مصر قال ليوسف أعرض عن هذا أكتمه ولا تحدث به أحداً ثم أمر المرأة وقال واستغفري لذنبك وهذا لا مانع وإن كان القوم عندهم كما ذكر بعض العلم يعني عندهم شرك وهم على الوثنية لا مانع أن يعترفوا بوجود الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه كما كان المشركون يفعلون ذلك كما في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ثم إن النسوة يعني بعد ذلك قال الله ثم بدى لهم يعني ظهر للعزيز وأصحابه الذين يشيرون عليه أن يسجنوا يوسف بعدما رأوا الآيات لما تكلموا شهد الشاهد من أهلها وبرأ يوسف وجرى ما جرى يعني رأوا من الآيات الدالة على براءة يوسف من قد القميص من دبر وكلام الشاهد في هذا وتقطيع النسوة لأيديهن بدى لهم وظهر لهم بعد تفكير طويل قرروا القرار الأخير أن يسجن يوسف عليه السلام حتى حين يعني إلى مدة غير معلومة ولعل السبب في سجن يوسف مع أنه ظهر لهم براءته لعل السبب في سجن يوسف وهذا الرأي الذي ظهر لهم أنهم أرادوا ستر القالة لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس لأن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه فإذا عدمت أسبابه نسي فرأوا في هذا مصلحة لهم فأدخلوا يوسف السجن لأن يوسف إذا كان يذهب ويجي كل ما مرقل هذا اللي حصل من امرأة العزيز لكن إذا غيب في السجن خلاص ينسى وتنقطع دابرة الشائعات وينسى الموضوع يعني أرادوا مصلحتهم بظلم بريء أرادوا أن تنقطع الشائعات ظهر لهم أن يوسف يسجن لتنقطع القالة في هذا وينسى الموضوع تتميما للستر على امرأة العزيز أدخل يوسف السجن عليه السلام وسجن محتسبا صابرا ودخل معه السجن فتيان يعني شابان يعني سجن هنا تقدير محذوف سجنوه وكان يوسف عليه السلام قد قال السجنني أعبر الرؤية وكذلك سأله الفتيان عن منامهما وهذان الفتيان هما ساقي الملك وخبازه غضب عليهما فأمر بسجنهما قيل إنهما اتهم بوضع السن في طعام الملك وشرابه وقيل إنهما أخذ مقابلا على ذلك أن بعضها المصر أعطوهم رشوة مقابل إنهم يسمون الملك والله أعلم المقصود إنه إنه أن قتاد صح عنه إنه قال كان أحدهما خبازا للملك على طعامه وكان الآخر ساقيه على شرابه فتوسّم في يوسف عليه الصلاة والسلام كمال العقل والفهم فظنّا أنه يحسن تعبير الرؤية فقال إنا نراك من المحسنين يعني للتعبير والمحسنين للفهم أو أنه كان يعود مرضاهم ويداويهم ويعز المحزنين ويعلمهم كما هي عالة أهل العلم والفضل والخير إذا دخلوا مكان صار لهم أثراً وبركةً وقد ذكر ابن عبد الهادي عن شيخه أبي العباس أحمد بن تيمية رحمهم الله ذكر كما في العقود الدرية قال ولما دخل الحبس لأن شيخ الإسلام رحمه الله تمال عليه بعض المخالفين من متعصبة الصوفية والأشاعر وغيرهم وما زالوا يسعون به حتى حبس ظلماً وعدواناً قال ولما دخل الحبس يعني شيخ الإسلام بن تيمية وجد المحابيس مشتغلين بأنواع من اللهو من اللعب يلتهون بها عماهم فيه كالشطرنج والنرد ونحو ذلك من تضيع الصلوات فأنكر الشيخ ذلك عليه مشد الإنكاب يعني بن تيمية أنكر على المساجين وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار والدعاء وعلمهم من السنة ما يحتاجون إليه ورغبهم في أعمال الخير وحظهم على ذلك حتى صار الحبس بما فيه من الاشتغال بالعلم والدين خيراً من كثير من الزوايا والأربطة والمدارس انقلب إلى ثكنة تعليمية صار مكان تعليم وصار خلق من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده وكثر المترددون إليه حتى كان السجن يمتلئ منهم وهذا نوع من البركة التي ينزلها الله في أوقات وأعمال الصادقين من عباده فيقلبون أماكن الضراء والشدة والمصائب يقلبونها إلى خير وعلم ونعمة وإرشاد وتوجيه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء المهم رأى أحدهما هذه الرؤية من عادة المساجين كما يقول ابن عاشور حكاية المرائية التي يرونها لفقدانهم الأخبار التي هي وسائل المحادثة والمحاورة ولأنهم يتفائلون بما عسى أن يبشرهم بالخلاص في المستقبل وكان علم تعبير الرؤية من العلوم التي يشتغل بها كهنة المصريين كما دل عليه قوله حكاية عن ملك مصر أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قال أحد ما إني راني أعصر خمرا يعني عنبا وسمى العنب خمرا باسم ما يقول إليه سمى العنب خمرا باسم ما يقول ويصير إليه لأنه معروف أنه العنب إذا عسر صار إذا عسر ورتب على طريقة معينة صار خمرا وقال الآخر وهو الخباز إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا وذلك الخبز تأكل الطير منه ننبئنا بتأويل يعني أخبرنا بتفسيره وتعبيره وما يقول إليه أمر هذه الرؤية إنا نراك من المحسنين أي العالمين بتعبير الرؤية والإحسان بمعنى العلم وإتقان الشيء إنا نراك من المحسنين يعني العالمين بتعبير الرؤية والإحسان بمعنى العلم وإتقان الشيء أو إِنَّا نَرَاكَ مِنْ أَهْلِ الْإِحْسَانِ إِلَى الْخَلْقِ فَأَحْسِنْ إِلَيْنَا فِي تَعْبِيرِكِ لِرُؤِيَانَا كَمَا أَحْسَنْتَ إِلَى غَيْرِنَا فَتَوَسَّلَ لِيُوسُفَ بِإِحْسَانَهِ كان يسلِّي عن المحزونين في السجن ويداوي مرضاهم يعلمهم فأجابهم يوسف عليه الصلاة والسلام بقوله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما أي فلتطمئن قلوبكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما فلا يأتيكما غداءكما أو عشاءكما أول ما يجيء إليكما إلا نبأتكما بتعبير هذه الرؤية ويظهر أن موعد الطعام كان لما قالها يوسف عليه الصلاة والسلام هذه المقولة كان بعيداً ولا قريباً كان قريباً جداً كان قريباً ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام أراد أن يدعوهم إلى الإيمان في هذه الحالة التي بدت حاجتهما إليه ليكون أنجع لدعوته قال الحافظ بن كثير عند قوله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله يخبرهما يوسف عليه الصلاة والسلام أنهما مهما رأى في نومهما من حلم فإنه عارف بتفسيره أنه مهما رأى في نومهما من حلم فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه ولهذا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه قال مجاهد لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما ترزقانه في نومكما إلا نبأتكما بتأويله يعني على هذا يكون المراد والله أعلم أن يوسف يتعهد لهم أنهم مهما رأوا من رؤية فيها طعام في المنام أنه لابد لابد يعبر لهم وقال الشوكاني في تفسير الآية ومعنى ذلك أنه يعلم شيئا من الغيب وأنه لا يأتيهما إلى السجن طعام إلا أخبرهما بما هيته قبل أن يأتيهما إلى السجن طعام قبل أن يأتيهما إلى السجن طعام إلا أخبرهما بما هيته قبل أن يأتيهما هذا الطعام وهذا ليس من جواب سؤالهما تعبير ما قصاه عليه بل جعله مقدمة قبل تعبيره لرؤياهما ليبين لهما ما أعطاه الله من علو المرتبة في العلم وأنه ليس من المعبرين الذين يعبرون الرؤية عن ظن وتخمين ما رأيكم هذا يختلف عن اللي يقبل ولا ما يختلف يختلف جدا عنه القول الأول يختلف عن الثاني القول الأول يقول أنه قال لا يأتيكما طعام ترزقاني يعني أي رؤية ترونها في المنام فيها طعام أعبرها لكم والقول المال إليه الشوكاني أن يوسف عليه السلام يقول قبل ما يجيكم الطعام في السجن سواء غدا ولا عشا أقول سيأتيكم طعام نعيته كذا وكذا يعني كما قال الله عن المسيح وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم تكون آية من آية الله رد هذا بن عاشور في التحرير والتنوير وقال ضمير بتأويله عائد إلى ما عاد إليه ضمير بتأويله الأول وهو المرء أو المنام ولا ينبغي أن يعود إلى طعام إذ لا يحسن إطلاق التأويل عن الأنباء بأسماء أصناف الطعام خلافا لما سلكه جمهور المفسرين لأنه ليس فقط رأي رأى الشوكان يرأى عدد من المفسرين إن المقصود من هذا أن يوسف عليه السلام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما يعني أن يوسف عليه السلام يخبرهما بنوعية الوجبة التي سيأكلونها سواء كان غدا ولا عشاء يقول سيأتيكم اليوم تتبغدون سمك تتبغدون لحم ستتغدون كذا ستعشون كذا يعلمهم بنوعية ما سيأكلون غدا وعشاء ابن عاشور رد هذا قال لا ليس هذا هو المراد وعلى أي حال سواء كان هذا أو هذا فيوسف قال ذلكما مما علمني ربي يعني ذلكما التأويل اللي سأنبئكم به مما علمني ربي بما أوحاه إلي وألهمني إياه لا من قبيل الكهانة والتنجيم ونحو ذلك مما أكثر فيه الخطأ والخلط مما إشارة إلى أن الله علمه علوم أخرى وهي علوم الشريعة والحكمة والاقتصاد والأمانة كما قال للملك اجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون بيّن أن هذه العلوم التي حصلها عليه السلام بسبب ترك الملة التي لا يؤمن أهلها بالله اليوم الآخر وأنه اتبع ملة الأنبياء وهي توحيد الله جل وعلا وطاعته والترك إني تركت كيف ترك يعني هل معنى هذا أنه كان على غير هذه الملة أو لا يدل على هذا الشيء ما يدل الترك كما يكون للداخل في شيء والمنتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا فلا يقال إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم حاشا وكلا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد دعاهما قبل تعبير الرؤية إلى الإيمان بربه وقال لهما يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال لهما قبل ذلك أيضا لا يأتيكما طعام ترزقان أي في الرؤية وكان الشيخ الإسلام يميل إلى القول اللي ذكرناه الأول ولا الثاني الأول يعني القول الأول وليس الذي أشار إليه الشوكان لا يأتيكما طعام ترزقان في الرؤية إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما يعني بالتأويل ذلكما مما علمني ربي فبدأ بذكر ربه عز وجل فإن هذا مما علمه ربه لأنه ترك ملة قوم مشركين لا يؤمنون بالله وإن كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة واتبع ملة آبائه أئمة المؤمنين الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمره إبراهيم وإسحاق ويعقوب فذكر ربه ثم دعاهما إلى الإيمان بربه انتهى كلام شيخ الإسلام قال يوسف واتبعت ملة آبائي يقول هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت طريق هؤلاء المرسلين وسماهم آباء جميعا لأن الأجداد آباء وهذا منه عليه السلام لترغيب هذين الرجلين في الإيمان بالله قال ما كان لنا أن نشرك بالله يعني ما ينبغي لنا إن الشرك بالله ما كان لن نشرك بالله من شيء يعني أن الله جل وعلى عصمنا من الشرك وقال ذلك يعني التوحيد والعلم والإيمان من فضل الله علينا ذلك التوحيد والعلم والإيمان من فضل الله علينا أوحاه إلينا وأمرنا به وهذا ترغيب في اتباع الدين والتوحيد ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس يعني على الناس الذين يسلكون طريقتنا ويتبعون الإيمان والدين والتوحيد ولكن أكثر الناس لا يشكرون يعني لا يشكرون الله على نعمه التي أنعم بها عليهم فيؤمنون به ويوحدونه ويعملون بما شرعوا له ثم قال يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون هذا خطاب من يوسف للفتين يدعوما كما أسلفت أسلفنا إلى عبادة الله عز وجل وحدة ولا شريك لو خلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما أأرباب متفرقون يعني آلهة شتى هذا من ذهب وهذا من فضة وهذا من حجر وهذا أوسط وهذا أدنى متباينون لا تضر ولا تنفع هل هذه الآلهة خير أم الله الواحد القهار الذي له صفاته الكمال والجلال فهو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له جل وعلا في شيء من ذلك الواحد القهار الذي انقادت له الأشياء لقهره وسلطانه فما شاء كان وما لم يشى لم يكن ثم بيّن لهما أن التي يعبدونها ويسمونها لها إنما هو جهل منهم وليس لها شيء من صفات الإلهية ما أنزل الله بيهم السلطان بل أنزل الله السلطان والحجة بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها وضلال عابديها لأن الحكم لله وحده فهو الذي ينهى ويأمر ويشرع جل وعلا شرع الأحكام وهو الذي أمركم أن لا تعبدوا إلا إياه وهذا هو الدين القويم وهو الصراط المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولهذا كان أكثرهم الشركين فرغ يوسف عليه الصلاة والسلام من دعوتهما إلى التوحيد ونبد الشركاء وهنا شرع في تعبير الرؤية فقال يا صاحبي السجن أما أحدكما وهو صاحب الشراب فيسقي ربه خمراً يعني الملك وهذا مستلزم لخروجه من السجن وأن يعود إلى مكانه السابق ألم نقول أنه كان ساقياً للملك سيعود إلى سقاياً إلى مكانه الطبيعي أنه سيرجع إلى مكانه وأما الآخر وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وهذا تحقيق لما دلت عليه الرؤية وأن تعبيرها هو ما أخبرهما به فإنهما يستفتيان في دلالة الرؤية على ما سيكون في شأن سجنهما قضي الأمر يعني فرغ من الأمر الذي عنه تسألان فرغ من الأمر الذي عنه تسألان فرغ من الأمر الذي عنه تسألان ووجب حكم الله عليكما الذي أخبرتكما به رأيتما أو لم ترى لأن الرؤية على رجل طائمة لم تعبر فإذا عبرت وقعت كما جاء في مسندي أحمد والسنن كما أسلفت لأنه ورد أن أحدهما قال لم نرى شيئا ما رأينا شيئا قال قضي الأمر سواء رأيتما أو ما رأيتما هذا الأمر الواقع الذي سيكون ثم قال الله جل وعلا وقال للذي ظن من الذي قال هنا يوسف وقال يوسف عند ذلك للذي ظن نجاته من الفتيين يعني أيقا وعلم ذلك وهو الساقي اذكرني عند ربك يعني عند سيدك الملك قل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما وقد طال حبسه اذكرني عند ربك قال الله فأنساه الشيطان ذكر ربه نسي ذلك الموصى أن يذكر يوسف لمولاه حيث أنساه الشيطان أن يذكر الملك بموضوع يوسف ليتم أمر الله وقضاؤه وقيل أنسى الشيطان يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر ربه حين ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق ونسي أن يدعو الله أن يلهم الملك بأن يتذكر شأنه واضح أو لا هما قولان الأول فأنساه الشيطان يعني أنسى الشيطان الساقي أن يذكر الملك بموضوع يوسف القول الثاني أنسى الشيطان يوسف عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى ربه بأن يلهم الملك أن يخلصه أن يلهم الملك بأن يفطل شأنه وتوجه إلى هذا الرجل والساقي فلا بيته في السجن بضع سنين بسبب الكلمة هذه ماذا قال يوسف فقط قال اذكرني عند ربك كان الحسن البصر رحمه الله إذا أتذكر هذه الآية يبكي ويقول هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله يوسف عليه السلام فقط قال كلمة قال اذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سبع ونحن إذا أصابنا شيء نفزع إلى المخلوقين والبضع من الثلاث إلى التسع ولهذا قيل أنه لبث سبع سنين ولما أراد الله أن يتم طبعا يعني كيف لبث يكون هذا عتابا من الله عز وجل عتابا لطيفا من الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام على اشتغاله بعون العباد دون استعانه بالله جل وعلا في هذا الموضوع ولما أراد الله جل وعلا أن يتم أمره ويأذن في خروج يوسف من السجن قدر لذلك سببا وكان هو السبب لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره ورؤية الملك وقال الملك أني أرى سبع بقرات سمان أني أكلهن سبع نجاف وسبع سنبولات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملو أفتوني في رؤيان إن كنتم للرؤية تعبرون قالوا أضغاثوا أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني قال لما رد الله إخراج يوسف عليه السلام من السجن أرى الله الملك هذه الرؤية العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة ليكون تأويلها على يد يوسف الصديق فيظهر فضله ويتضع علمه للناس ولما رأى هذه الرؤية لما رأى الملك هذه الرؤية هالته تعجب منها فزع اهتم لتفسيرها جمع الكهنة والحزات وكبراء دولته وقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها فلم يعرفوا بل قالوا أضغاث أحلام أخلاط أحلام لا حاصل لها ولا تأويل وهذا جزم منهم بما لا يعلمون وتعذر منهم بما ليس بعذر ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أي لا نعبر إلا الرؤية وأما الأحلام التي هي من الشيطان ومن حديث النفس فإنا لا نعبرها فجمعوا بين الجهل والجزم وما أقبح هذا جمعوا بين الجهل والجزم جازمين ضامنين ضمان إن هذه أضغاث أحلام مع أنه رأى رؤية هائلة خاصة قوله إني أرى سبعة وسبعة سمبولات إني أرى سبعة بقارات الزمان يكون سبع عجاف فيها أكل والعجاف أي ضعاف في غاية الهزال المهم هم قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالمين ولو قالوا الله أعلم لك أنا خير الله لكن أراد الله أن يظهر فضل يوسف عليه السلام هم جمعوا بين الجهل والجزم هذه أضغاث أحلام وأيضا جمعوا أيضا بين أمر قبيح آخر الإعجاب بالنفس حيث لم يقولوا لا نعلم فعند ذلك تذكر ذلك الذي نجى من الفتيين الذين كانوا مع يوسف في السجن وهو الساقي وكان الشيطان قد أنساه كما قلنا ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك عند ذلك تذكر بعد أمة يعني بعد حين ومدة وقال الذي نجى منهما والدكر وقال الذي نجى من القتل من صاحبي السجن الذين استعبر يوسف الرؤية والدكر وتذكر ما كان نسيا من أمر يوسف وذكر حاجته للملك التي كان سأله عند تعبيره رؤياه أن يذكرها له بقول اذكرني عند ربك الدكر بعد أمة بعد حين أنا أنبئكم بتأويله أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤية فأرسلون فأطلقوني أمضي ليأتيكم بتأويله من عند العالم به وهنا في الكلام محذوف قد ترك ذكر استغناء بما ظهر عما ترك يعني فأرسلون حتى آتي يوسف فأرسلوه فدخل على يوسف وخاطبه بقوله يوسف أيها الصديق قال الراغب الصديقون هم دوين الأنبياء الصديقون هم دوين الأنبياء يعني في مرتبة دون دون الأنبياء في قليل كما قال الله من يطيع الله والرسول فولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال الراغب الصديقون هم دوين الأنبياء وأصل الصديق مبالغة مشتقة من الصدق ووصف جامع لمعنى الكمال والطاعة والاستقامة يوسف أيها الصديق أفتنى في سبع بقرات إلى آخر المنام اللي رأوه الملك عند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيره من غير تعنيف للفتاة يعني انظر أخلاق يوسف ما قال له وشلون الآن توقت تفطن تجي لمي بعد سبع سنين يوم أنك احتاج تقولي عبر الرؤية وينك قبل ليش ما ذكرت وسيعتينا مزيد من ذكر كرم يوسف عليه السلام ولطافة خلقه حسن خلقه عبر له بدون شرط ولا قال ترى يعبر لك بس بشرط أني أخرج من هذا المكان اللي أنا فيه ما قال هذا بدون شرط ولا قيد لما عبر له الرؤية قال تزرعون سبع سنين دأبا يأتيكم المطر والخصب سبع سنين متواليات ففسر البقر بالسنين لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع وهن السنبلات الخضر ثم أرشدهم إلى ما يعدونه في تلك السنين فقال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً ما تأكلون تصريف الاقتصاد والأكل هل يسمونه الآن خطة التقشف أي فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً ما تأكلون يعني ماهما استغللتم في هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار الذي تأكلونه وليكن قليلاً قليلاً لا تسرفوا فيه لأن أمامكم سنوات شديدة لتنتفعوا في السبع الشداد وهن السبع السنين المحل التي تعقب هذه السبع المتواليات وهن البقرات العجاف التي يأكلن البقرات السمان لأن سني الجد يؤكل فيها ما جمعوا في سني الخصب وهن السنبلات اليابسات وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاً وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء ولهذا قال كل ما قدمتم منهن إلا قليلاً مما تحسنون ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنه يعقب بعد ذلك عام فيه يغاث الناس يأتيهم فيه الغيث والمطر وفيه يعصرون أي يعصرون الأشياء التي تعصر كالعنب والسمسم والزيتون وقيل أراد حلب الألبان وصحى عن ابن عباس وفيه يعصرون قال يحلبون ومعروف أن الناس متى يحلبون أيام أيام الخصب والرفيع يكثر حلب الماشئة وصحى عن ابن عباس أيضاً قال وفيه يعصرون قال الأعناب والدهن وهل هذا من اختلاف التضاد ولا التنوع التنوع لا مانع من الجمع بين الأمرين فهم يعصرون ما يُعصر من العنب والسمسم والزيتون والأدهان ويحلبون أيضاً في هذا العام عام الخصب ثم أخبر الله جل وعلا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير الرؤية التي رآها فقال للملأ ايتوني به وقال الملك اتوني به يعني اتوني بيوسف وهنا تقدير كلام فأرسلوا رسولاً منهم وضمير به جاءه عائد إلى يوسف وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك يقول ما أنا بطالع الآن ما أطلع ما جاء وقتي أبى أن يخرج يوسف عليه السلام من السجن قبل أن تثبت براءته مما رمي به في بيت العزيز سجن سبع سنين على ماذا على أي شيء ظلماً وعدواناً ليس يسجن هو بري لأن ذلك الخبر قد بلغ الملك لا محال أكيد وصله للخبر وقال الملك اتوني به اخرجوا من السجن احذروا عندي فرغب في رؤيته ومعرفة حاله بعد أن علم من فضله ما وصل إليه متعبيره للرؤية لكنهم تنع من الخروج حتى يتحقق للملك ولرعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه عليه الصلاة والسلام مما نسب إليه من جاءة امرأة العزيز وأن هذا السجن كان ظلماً وعدواناً ولهذا قال يوسف للرسول ارجع إلى ربك ارجع إلى سيدك الذي أرسلك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ولقد ورد كما أسلت في السنة مدح يوسف على تأنيه وشرفه ووفور عقله وعظيم قدره وصبره قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين والمسند ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي وفي مسند الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام ما الذي حصل فأحضرهن الملك وقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ما شأنكن هل رأيتن منه ريبة فبرأنه وقلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء وإنما نسب إليهن المراودة لأن كل واحدة منهن حصل منها ذلك على قول ومن جملة من شمله الخطاب امرأة العزيز هي أول من يشملها الخطاب أو أراد بنسبة ذلك ليهن وقوعه منهن في الجملة كما كان من امرأة العزيز تحاشيا عن التصريح منه بنسبة ذلك إليها يعني قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ويقصد وحده لأمرأة العزيز لكنه قال ذلك ستراً على امرأة العزيز ولأن لا ينسب إلى واحدة من يعتبر زوجها من كبار رجال دولته ينسب إليها المراودة قلن حاش لله يعني ما عاد الله ما علمنا عليه من سوء لا قليل ولا كذير فحينئذ زال السبب الذي تنبل عليه التهمة ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز فلذلك قالت الآن الآن حصحص الحق تبين وظهر الآن حصحص الحق أي تبين وظهر أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين في قوله قوله السابق ما هو قوله السابق قال هي هي راودته عن نفسه لما صار عند الباب هي راودته وإنه لمن الصادقين في قوله ذلك الإقرار الذي أقررت به بأني راودت يوسف ليعلم أني لم أخنه بالغيب يحتمل أن مرادها بذلك من زوجها أي ليعلم أني حين أقررت بأني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب أي لم يجري مني إلى مجرد فقط المراودة ولم أفسد عليه فراشه لم أفسد عليه فراشه ويحتمل أن المرادة بذلك ليعلم يوسف بأني حين أقررت أني أنا الذي راودته وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني وأن الله لا يدكيد الخائنين فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه ولا بد أن يتبين أمره ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم يجري منها ذنب في شأن يوسف استدركت فقالت وما أبرئ نفسي وهذا هو الراجح أن وما أبرئ نفسي من قولي من قول من وما أبرئ نفسي يا إخواني من قول المرأة العزيز لا من قول يوسف كما ذهب إليه بعض المفسرين لأن يوسف أصلا غير غير حاضر إلى الآن ما أطلع من السجن غير حاضر ما أحضر الجلسة الآن الكلام والنسوة وقول الملك ما ما خطب كن وقولهن محاشا الله ما عاد من عليه السوء قالوا مرأة العزيزة الآن حصحة كل هذا الكلام وإلى الآن يوسف ما ما خرج المناقش هذه بين الملك وبين النسوة فلهذا الراجح أن قولها وما أبرئ نفسي يعني ما أبرئ نفسي من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم أي إن النفس لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء أي الفاحشة وسائل الذنوب فإنها مركب الشيطان ومنها يدخل على الإنسان إلا ما رحم ربي فنجاه من نفسه الأمارة بالسوء حتى انقلبت من كونها أمارة بالسوء إلى كونها نفسا مطمئنة قال ابن القيم رحمه الله فإن قيل فكيف قالت وقت ظهوري براءة يوسف وما أبرئ نفسي قيل هذا قد قاله جماعة من المفسرين وخالفهم في ذلك آخرون أجل منهم وقالوا إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف عليه السلام والصواب معهم أي مع من قال إن قوله وما أبرئ نفسي لا يزال الكلام متصل وأنه من قول امرأة العزيز وأنه ليس من قول يوسف لوجوه أحدها أنه متصل بكلام المرأة وهو قولها الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لما أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد القائنين وما أبرئ نفسي ومن جعله من قول يوسف فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه والقول في مثل هذا لا يحذف لألا يوقع في اللبس فإن غايته أن يحتمل الأمرين فالكلام الأول أولى به قطعا الثاني أن يوسف لم يكن حاضرا وقت مقالتها هذا بل كان في السجن لما تكلمت بقولها الآن حصحص الحق والسياق صريح في ذلك فإنه لما أرسل الملك لي يدعو قال الرسول ارجع إلى ربك فأرسل إليهن الملك وأحضرهن وسألهن وفيهن امرأته فشاهدنا ببراءة يوسف ونزاهته إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين فارجعوا إليه وابن القيم رحمه الله قال فهذه خمس ضمائر في الآية ما بين بارز ومستتر ثم اتصل بها قول ذلك ليعلم أني لم أخلهم بالغيب قال فهذا هو المذكور أولا بعينه فلا شيء أفسر الكلام عن نظمه ويضمر فيه قول لا دليل عليه فإن قيل فما معنى قولي ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قيل هذا تمام الاعتذار قرنت الاعتذار بالاعتراف فقالت ذلك أي قولي هذا وإقراري ببراءة يوسف ليعلم أني لم أخنه بالكذب عليه في حال غيبته وإن خنته في وجهه في أول الأمر فالآن يعلم أني لم أخنه في غيبته ثم اعتذرت عن نفسها بقولها وما أبرئ نفسي ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرئ نفسها وهي أن النفس أمارة بالسوء يقول ابن القيم فتأمل ما أعجب أمر هذه المرأة إذ أقرت بالحق واعتذرت عن محبوبها ثم اعتذرت عن عن نفسها ثم ذكرت السبب الحامل لها على ما فعلت ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته وأنه إن لم يرحم عبده وإلا فهو عرضة للشر فوازب بين هذا وبين تقدير كون هذا كلام كلام يوسف لفظا ومعنى وتأمل ما بين التقديرين من التفاوت ولا يستبعد أن تقول المرأة هذا وهي على دين الشرك فإن القوم كانوا يقرون بالرب سبحانه وتعالى وبحقه وإن أشركوا معه غيره ولا تنس قول سيدها في أول الحال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداغ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر